مساء الخير شباب من يومين اجانا سؤال على القناة انه كيف فين يحمل نسخة ويندوز 11 اصلية من موقع مايكروسوفت وبهذا الفيديو رح نشرح الطريقة بالتفصيل خليكم معه وكل عادة يا شباب قبل ما بلش الفيديو اعطوني لايك لحتى يزيد انتشاره عم تشوفونا اول مرة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم التقنية اذا اصدقائي لتحميل احدث نسخة من نظام التشغيل ويندوز 11 كل ما عليك تدخل على محرك البحث جوجل وتكتب بداخله ويندوز 11 داونلود وبتختار اول نتيجة بالبحث اللي هي من موقع مايكروسوفت وبعد ما اخترت اول نتيجة من البحث تلاحظ ان انا اني لموقع مايكروسوفت الرسمي ومنلاحظ انه قايل لي داونلود ويندوز 11 الفيرجن الخاص فيه هو 22H2 بالتالي انا هلأ حاليا احمل احدث نسخة من ويندوز 11 من موقع مايكروسوفت الرسمي بنزل لتحت شوية في عندي عدة ضغطات من الداونلود رح نشرح عليه هون وحدة وحدة الخيار الاول عم يقل لي انه هلأ رح يثبت تحديث الويندوز 11 على جهاز الكمبيوتر هذا اللي بين ايدي مباشرة بالتالي رح يتحدث نظام التشغيل اللي عندي هون ويقلب لويندوز 11 الخيار الثاني والثالث هنن اللي بهموني صراحة واللي عن طريقهم رح نزل نسخة ايزو عندي على جهاز الكمبيوتر بحيط اني احرقها على فلاشة وبالتالي ثبت نسخة ويندوز 11 على اي جهاز اخر عندي اياهم بالمكتب او بالبيت او بالمعمل منلاحظ بالخيار الثاني عبيعطيني الادات الخاصة بتنزيل ويندوز 11 اللي عن طريقها بيني تصل الويندوز على كيفي يعني بديها باللغة العربية بالانجليزية بالفرنسية بديها نظام 64 بيت ولا 32 بيت وما الى هناك تمام طيب رح نزل الادات ورح اشرح عليها بعمل داونلود وبختار سطح المكتب وبقول له بدء التحميل وقبل ما انتقل للادات الخاصة بداونلود الايزو الخاص بويندوز 11 عندي الخيار الثالث من الداونلود اللي هو بيني اختار نظام التشغيل من هون وحمله ايزو مباشرة لعندي ولكن دون اي تفصيلات اخرى فقط باختار اللغة وفورا بحمله لعندي على جهاز الكمبيوتر كملف ايزو ولكن احنا رح نشرح على الادات لانه اهم بكتير من نهايات القيعة اداة الميديا كرياشن تول منلاحظ انه نزلت عندي على سطح المكتب بضغط عليها ضغطين وبشغلها بيعطيني شروط ترخيص برامج مايكروسوفت اللي انا بالعادة ما بقراهن وبقول له قبول بهذا المكان ارى المواصفات الخاصة بجهازي ومنتلقاء نفسه اعطاني اللغة العربية ويندوز 11 فقط فيني يغير هدول الاعدادات عن طريق ازالة اشارة الصح من هذا المكان بعد ما ازلت اشارة الصح من استخدام الخيارات الموصة بها بهذا الجهاز لاحظ انه انفتحت عندي جميع اللغات وفيني نزل نظام التشغيل باللغة اللي بديها فمثلا انا عندي نظام التشغيل هون هو ويندوز 10 باللغة العربية انا ياخد بنزله باللغة الانجليزية باختار من هون الانجليش يونيتد ستيتس اما بالنسبة للاصدار اكيد رح يكون ويندوز 11 ماتي ديرو واكيد رح يكون 64 بيت لحتى يقرأ الرام لأكتر من 4 جيجا بعمل التالي وبهذا المكان بالامكان اما حرق نسخة الويندوز مباشرة عن الفلاش ميموري اذا كنت وضع الفلاشة في جهاز الكمبيوتر او حفظه على شكل ملف ايزو مباشرة على جهاز الكمبيوتر على ال D على ال E على اي قطاع من قطاعات القرص اصلا بعمل التالي هون بيعطيني المكان اللي بدي احفظ فيه ملف الايزو اللي بداخله الويندوز 11 اللي رح تحرقه على الفلاشة بالتالي فيدي اختار مكان فمثلا رح اختار سطح المكتب ورح قل له save تمام وبالتالي هلأ بلش يعمل download لملف الايزو اللي عملي على جهاز الكمبيوتر يلي لاحقا رح احرقه على فلاشة لوقت لاحق بالتالي انا هيك يا شباب حصلت على احدث نسخة من ويندوز 11 من موقع مايكروسوف الاصلية شكرا لمتابعتكن اصدقائي والى اللقاء بالفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عرب اشتركوا في القناة